أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طج من ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المنين الذين يعملون في الصحات أنه له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تقود من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آسال إن لم يؤمنوا بهذا الحقيق أسفا إنا جعلنا معنا الأرض زينة لها لنبلوه أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون معنا سعيدا جرزا أم حسب ذات أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وشبا فضربنا على آدالهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من عالم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أبدا نحن نخص عليك نبأهم بالحفة إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السمرات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشفصا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان من بين فمن أظنب من افترى عن الله كذبا وإذا اعتزدتكم وما يعبدون إلا الله فأوئنا الكهف ينشع لكم ربكم من رحمته ويؤيت لكم من أمركم رفقا وترى الشمس إذا قلعت تأزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقردوا ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المدد ومن يبن فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقادا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط في رعين وصيب لم اطلعت عليهم لوليت منهم فغرا ولم ليت منهم ربا وكذلك بعثناهم يتساءن بينهم قال قائل منهم تم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ولقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامها فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن نبث أحدا إنهم يذروا عليكم يرجعوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولنا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعطفنا عليهم لعلموا أن بعد الله حقوا وأن الساعدنا أعب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فطالوا ذنو عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين ونبوا على أمرهم لنفتغل عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كتبهم ويقولون خمسسس سادس كتبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالن كتبهم قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستكفيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكرتك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا أرشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة كنسسين واجدادوا تسعة كل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبسر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدد لكلماته ولن تجد من دونه من بحذا واصبر نفسكم الذين دعون ربهم من عداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغففنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعقدنا للظالمين نارا أحاط بهم سوادقها وإن يستغيطوا يغاثوا بماء كالمهنش الوجوه بئس الشرام وساءت متفقا إن الذين آمروا أعملوا الصالحات إنا لا لدوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جدنات عدن تجني من تحتهم الألهاب يحلون فيها من أسابر من ذهب وعلبسون ثيابا خذرا من سندس واستقاق من سندس واستقاق المتقين فيها على الأرائك نعمة باب وحسنة مرتفقا واجرغ لهم مثل الرجل جعلنا لأحديما جنتين من كعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زررا كنت الجنتين آتت تقنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصحبي بيما ويحامله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أدن أن تبيد هذه أبدا وما أدن ساعة قائمة ولئن يددت إلى ربي لأهدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب لك ويحامله أكفك بالذي خلقك من ترابيت ثم من نتفت ثم سوا كرلا لكن كده الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا خلت جنتك قلت من شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ورسل عليها حسبالا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها أو أغفلن تستطيع له الطلما وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خالية على عروشها على عروشها ويقول يا ليت دي للمشرك بربي أحدا ولن تتبعوا فئة ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الغلاية لله الحفظة هو خير ثوابا وخير عقبا واذرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فانطلت به نبات الأرض فاصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقددرا المال والبنون زينت الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبالات والأرقبان ززوا وحشرناهم فلم نغادل منهم أحدا وعرضوا على ربك سسفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرد منزعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مهم ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما دي هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغانر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصارا ووجدوا ما عملوا حادرا ولا يفهم ربك أحدا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآذا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودذيته أولياء من دوني وهم لكم عدد بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتقر المذنين عددا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين زعلتم فدعوهم فلم يستجيروا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أن رفضهم أنهم واقعها ولم نجدوا عنها مصرفا ونقصرنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما أرى الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الولى ويستوفر ربه إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب ببلا وما نرسف المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أطلب مما ذكرت بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهه وفي آذانه المقرى وإن تدعوهم إلى الغدى فلن يهتدوا إذا أبدا أردك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم مما كسبون عجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلو مجموع البحرين أو أمري حقبا فلما بلوا مجموع بينهما نسي أحوتهما فأفضل سبيله في محر الصربة فلما جاوزا قال لفتاه آتنا رباءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال أعيد إذا وينا إلى السفر فإني نسيذ الحرود وما أنسى لهم الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قدنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي شبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به غبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من مذكرا فانت لقى حتى إذا وكبا في السفينة لخرقها قال خرقتها لتطرق أهلها لقد جبت شيئا جمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي شبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهدني من أمر عصرا فانت لقى حتى إذا لقى غلاما فقدره قال قتلت نفسا زكية من غيره لقد جبت شيئا جمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شبرا قال إن سألتب عن شيء من بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانت لقى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقذ فاقاما قال لو شكت لنتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبهك بتأليل ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرغت أن أعيبها وكان غراءهم ملك يأخذ كل سفينة غسبا وأما الغلاب فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأرغنا أن يبدلوا ربهما خيرا منه زكاكة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أششهما ويستخرجا تنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تدين ما لم تستطع عليه صدرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سألوا عليكم من ذكرا إننا مكننا له في الأمر وآتيناه من كل شيء سببا فأتمع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حملة ووجد عين لها قوبا قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف تعذب ثم يرد إلى ربه فيعذبه أعذاب النقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمر لا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لذلك لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السبين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يحجون ومرجون وفسدون في الأرض فهل نجعلنك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعلمني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا زابا بين السبين قال المنفخوك حتى إذا جعله نرى قال آتوني يفرغ عليه الفكرى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكبنا وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموت في بعده ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء إبعا من ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم من أخصنين أعمالا الذين نول نصعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون سمعا أولئك الذين كفروا في آيات ربه ونقائه فحسب قرأ أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم ججنات في الضرس سزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان المحر غدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا